أن الدماغ يستطيع أن يرسل إشارات معينة يميز فيها بين ألم الساق مثلا وألم العاطفة كما أنه يبرمج أنواع مختلفة من الإشارات متفاوتة الشدة حول مكان الألم ونوعه وأثره وتعد هذه الدراسة مثيرة للاهتمام إذ أنها تسلط الضوء على وسائل علاج الألم المتبعة عبر تسكينها في الدماغ ينضم إلينا دكتور أحمد المعيي استشاري طب الأطفال النفسي أهلا بك دكتور مرة جديدة في سكينها أهلا بك صباح الخير لك وجميع المشاهدين أهلا دكتور أنا بداية أسحب نعرف للمشاهدين ما هو الألم قبل أن نبدأ بالحديث عن أنواع الألم الألم هو أي إحساس غير مرغوب يسبب الإنزعاج يسبب التضايق وقد يكون له عدة أنواع فنقول الألم النفسي أو الألم العضوي أو هناك أنواع أخرى فبالصفة عامة الألم هو شيء إحساس غير مرغوب قد يسبب من الإنزعاج وقد يكون له أعراض مختلفة سواء كانت نفسية أو عضوية صحيح كيف نقسم أنواع هذا الألم دكتور الألم هذا طبعا فيه له عدة أنواع وعدة أسباب نحن كنا من شوية التقليل التي تكلمت فيه كان يتكلم عن التمييز بين الألم النفسي ونقول العلم العوي ففي الغالبية الألم التي نحسها بصفة عامة الواحد يتعور طاح كسرت رجله الجرح أو شيء هذا يسميه الألم العضوي نقطة مهمة ثانية إحنا نتكلم دائما عن الواحد لما بيمر بفترات نفسية الصدمة النفسية إحنا الآن بيمر تجيبوا أخبار كثيرة عن الحروب الواحد لما بيموت له فرد من الأسرة بيحس فعلا بالألم يعني بيحس بالألم في صدر بيحس بالألم فالألم هذا معروف في الطب النفسي ولو أبعاد الألم النفسي يعني أحيانا اللي ما بيصيب يصاب بحالة اكتئاب بيسمي lower pain threshold يعني بكيف الشخص اللي العادي فعاتب قدرته على إحساس بالألم الشخص العادي له قدرة معينة أن يتحمل الألم في حالات الواحد لما يكون تحت ضغط نفسه كبير أو تحت الاكتئاب فقدرته على تحمل أو إحساس الألم بتقل فالقدرة على تحمل الألم بتقل ولكن قدرة الإحساس بالألم بتزيد بما معنى أنه في الأوقات العادية لما بيكون ما بيحس الألم لما يكون فيه فترات تحت الضغط أو تحت الاكتئاب فبيحس الألم بسهولة وقدرة على تحمل الألم بتكون أقل فالتقرير اللي أنتو ذكرتوه من شوية مهم نحن بنعرف الأشياء هذه كلها يعني في الطب النفسي إنه الواحد بيحس بالألم الواحد لما بيحصل بشكل يعني الألم العاطفي يمكن أن يسبب ألم جسدي طبعا طبعا إحنا الواحد يعني إحنا ما بنقلل من أهميته فالواحد لما بيكون فيه ألم نفسي بيحس بالألم وهو فعلين يعني ما بتقدر تجادل مع أحد بتقوله أنه أنت من تحساس بالألم لأنه أنت ما صار لك جرح أو شيء عضوي ولا هذا الجرح نفسي كلها بنعرفه ومنحس بي يعني الألم هو عبارة عن إنذار بأن هناك شيء ما خطأ طبعا هذه طريقة للجسم للدفاع على الجسم فإحنا دعما حسنا بالألم فمثلا الأطفال اللي يكون مثلا فيه أنواع معينة وأطفال عندهم توحد لما بيحط إيده على البتوغاز أو على السطح الساخن بينحرك إذا ما بيحس بالألم فمعنى أنه بيصر له يعني ألم بيصر له جرح كبير بينحرك ما بيحسي فالألم هو طريقة للجسم ليحس للدفاع عن نفسه طيب في البحث اللي تكلمت عنه من شوية ما كان يعني في السابق كان بنقدر نفرق هل الجسم ما بكنا بنعرف هل الجسم فعلا بيقدر يفرق بين الألم سبب عضوي أو ألم سبب عاطفي فأخذوا ثلاث مجموعات من العينات والأولى حطوا فيها بس المجموعة أو عرضوهم لكمية من الألم يكون خفيفة إحساس بالدفع أو هذا المجموعة الثانية كان فعلا عرضوهم لكمية من الألم محددة بس ما سبب أي عطب أو جرح الجزء الثالث أو المجموعة الثالثة أخذوا مجموعة لو حوالي أربعين شخص فكان المجموعة تعتقد عشرين ثلاثة وثلاثين وأربعين وعملوا سكان للبراين فالسكان للبراين أوضح أنه في فروق في الإحساس الأمل يعني كدر بيفرقه بين الألم العاطفي والألم العضوي في نسبة حولي ثلاثة وتسعين في المئة من الحالات فأثبتوا أن العقل عنده القدرة أنه يحس بالفرق بين الألم في الألم الخفيف أو عداء المضايقة للألم الشديد وبعدين الفرق بين الألم العاطفي والألم العضوي فالمخ يعني سبحان الله وعنده القدرة أن يفرق بين الأشياء هذه كلها البحث أثبت لنا هذا الشيء الكلام هذا ما كان معروف في السابق كلها يعني نسموها pain pathways اللي الطريقة التي فيها العصار تستقبل فيها الألم للمخ ما كانت معروفة كثير فالآن ابتدينا عن طريق أبحاث مثل هذه نشوف أنه فيه فعلا فيه فرق بين أنواع الألم والألم العاطفي مقارنة بالألم العضوي وما إلى ذلك وهذا مهم جدا مهم جدا يعني نحن الآن في بعض الأدوية مثلا أدوية الاكتئاب مصممة أنه يتعالج الاكتئاب ولكن في نفس الوقت يتعالج الألام لأن كثير من مرضى الاكتئاب يكون عندهم ألام كثيرة في الجسم وألام ما يكون لها سبب معين ترجمة نانسي قنقر